تلعب عائشة بآخر طفيرة شعرها بهدوء بينما نحاول التحدث معها عندما كانت مختطفة من قبل داعش طلب منها الأمير أن تركب القنابل والدتها ديلين تحضل صغيرها وتقول إن عائشة بالكاد قادرة على الكلام وهي تخاف من الغرباء الآن كانت تصنع القنابل في قبو البناء الذي كنا نعيش فيه كانوا يأخذون ابنتي من الخامسة مساء حتى الواحدة صباحا كانت عائشة في السادسة من عمرها فقط في ذلك الوقت وكان يهدد داعش بقتلها إن رفضت أن تنفذ طلباتهم ثم نتقت عائشة أخيرا كنا في مكان يلبسون فيه اللون الأسود وكان هناك مادة صفراء وسكر ومساحيق كنا نقيس وزنها بالميزان ثم نسخنها ونحجو الذخيرة بعدها يأتي مقاتل من داعش ليضع الأسلاك في مكانها لإكمال القنبلة هذه العائلة كانت بين الآلاف من الأشخاص الذين اختطفهم داعش تقول ديلين إن آخر مرة رأت زوجها كان رافعا يديه ويساق بعيدا عنهم بيعت ديلين واغتسبت بشكل منتظم لكنها لم تقاومهم فقد ارتبطت مقاومتها بحياة أطفالها لكنها كانت تعلم أن عليها الهرب قبل أن تصبح عائشة بالسن الذي يجده داعش ملائما للزواج أخيرا غادر الداعشي المسؤول عنهم لتنفيذ عملية ما أعطى ديلين فرصة الاتصال بأحد أقاربها الذي كان يهرب المختطفين الأيزديين خارج أراضي داعش ترجيت عبدالله أن يسرع وينقذنا قبل أن تصبح ابنتي في الثامنة من عمرها لأنهم كانوا سيأخذوها تقول لنا ديلين إنها تأمل أن تنسى عائشة أنها كانت مستعبدة من قبل داعش يوما ما وأن تعلم معنى السعادة مرة أخرى أما بالنسبة لها فقد فات الأوان تائما أفكر بزوجي وأنا مجركة أنه ليس معي باستمرار لذلك لا أستطيع أن أنسى ما مررنا به أروا ديمان سينا دوحق نوردن إراك